مشاهدين خلينا نروح دلوقتي لموجز الثامنة مع ليندا ليندا أهلا بك مرة تانية أهلا بك يا جمانة الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أقرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظره التونسي قائس سعيد حيث تقدم بالتعازل الرئيسي والشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تدريب بولاية جابس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قائس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار لجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس من جانبه تقدم الرئيس التونسي بالشكر على اللفتة الكريمة لرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس السيسي مع رئيس الفلسطيني محمود عباس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام من جانبه ثمن رئيس الفلسطيني عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة معبرا عن تقديره لجهود مصر الدأوب ومسعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم خلال الاتصال التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال فترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وجه رئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير والاعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها وأثبتت في ذلك النصر قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل تم تنفيذه بدقة في الأعداد والتخطيط وبسلة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهما الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه وعلى صفحاتي رسمية بمواقع تواصل اجتماعي وجه الرئيس السيسي تحية للشهداء الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم والروح القائد الملهم رجل الحرب وسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الخرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجل وجهت السيدة انتصار السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة مناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر اكتوبر المجيد وعبر صفحتها الرسمية بموقع تواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أن نصر اكتوبر كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور جسدت حب المصريين الجار في وطنهم وكانت المثل الأعظم في الإرادة والعزيمة وتحدي الواقع المرير والعبور إلى المستقبل وأضافت سلاما إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم وبدمائهم الطاهرة من أجل السرداد الأرض والحفاظ على العرض أعلنت شركة المتحدة الخدمات الإعلامية استلام أكثر من مائة عمل متنوع من نحو أربعين شركة إنتاج فني منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية وفي بيان لها أوضحت الشركة أن هذا النظام يأتي كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفنية حيث تتشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة الخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة وأشارت إلى أن هذا النظام المؤسسي يأتي كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للارتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفية في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 650 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 261190 حالة وفي بيانها أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 788 حالة إصابة جديدة فضلا عن 37 حالة وفا أعلنت قوات التحالف في اليمن اعتراض طائرة مسيرة ملغومة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبهى الدولي وأشار التحالف إلى وقوع إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبهى الدولي وتهشم الزجاج لبعض الواجهات مضيفا إلى أن محاولة قوات الحوثي استهداف المدنيين بمطار أبهى كمطار مدني تمثل جريمة حرب كما أوضح التحالف أنه تم استهداف منصة إطلاق الطائرة وطاقم التفخيخ والإطلاق بمحافظة الصعب اليمنية نهاية موجزة ثمينة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل